الإسرائيليون يتجهون إلى الفيسبوك لتنظيم احتجاجات على الأوضاع المعيشية بعد مسيرات شهدتها قبل يومين عدد من المدن الإسرائيلية وشكلت اختبارا حقيقيا لحكومة نتنياهو حركة الاحتجاجات التي تشهدها إسرائيل على الأوضاع الاقتصادية ومشكلات السكن وارتفاع الأسعار دفعت بالإسرائيليين إلى تحويل ميادينهم إلى ميادين مشابهة لميدان التحرير في مصر حيث اعتصم الإسرائيليون بالآلاف للدعوة لوقف ارتفاع إيجارات السكن والعمل على التخفيف من أثار التضخم في أسعار السلع الفيسبوك من جديد كان محرك هذه التجمعات وبحسب مراقبين تجد الحكومة الإسرائيلية نفسها محاصرة فإما الاستجابة لمطالب هؤلاء وإما الرحيل لقد اتفقت أنا وأصدقائي أن نأخذ يوما إجازة من العمل للإضراب والاستجابة كانت رائعة على الفيسبوك فهناك أكثر من عشرين ألف شخص قالوا إنهم سينضمون إلينا في إضرابنا ضد الحكومة لتحقيق مطالبنا وعليه فإن حرص رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو على بقاء حكومته وخوفه من الاحتجاجات التي تهدد النقابات ومؤسسات المجتمع المدني بالمشاركة فيها يعتمد على مدى استجابته لمطالب هؤلاء الشبان الذين استلهموا مطالبهم هذه من ثورات جيرانهم العرب عمار الهندي العربية